في قاعة مدار بمنطقة الجادة في إمارة الشارقة حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة الحفلة الذي أقامته شركة أراد بالتعاون مع كلية الهندسة في الجامعة والذي حمل عنوان في رحاب الإيمان واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على التصاميم المقترحة الخاصة بمسجد الجادة التي صممها طلبة قسم العمارة كما شاهد سمو نائب حاكم الشارقة رفقة السادة الحضور عرضا مرئيا تناول شرحا مفصلا عن التصاميم الأربعة المتأهلة الذي تم اختيارها من أصل 25 تصميما مطلعا على أبرز المواصفات التي تم إدخالها على التصاميم المقترحة وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم المجموعات المشاركة أصحاب التصاميم المقترحة والتي تم اعتمادها بواسطة فرق العمارة والتصميم في شركة أرادة عقب ذلك تجول سمو نائب حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للحفل مطلعا على التصاميم المشاركة والبالغ عددها 25 حيث استمع لشرح تفصيلي من الطلبة حول أبرز ميزات وتفاصيل الأعمال التي صممت بناء على عدة معايير أبرزها انسجام تصميم ضمن سياق المخطط الرئيس وإبراز سمات العمارة الإسلامية ومدى تفرد هوية كل تصميم على حدة بالإضافة إلى سهولة وصول كل الجنسين من المصلين ومدى الاستفادة من المساحات الخارجية والمناطق المظللة المشروع يأتي نتاج تعاون بين شركة أرادة وجامعة الشارقة والذي تم بموجبه قيام 55 طالب بالمشاركة في تصميم 25 مسجدا ليتم اختيار تصميم واحد سيتم إنشاؤه في مجمع نست للمساكن الطلابية في منطقة الجادة ويعتبر هذا التعاون فرصة قيمة للطلاب لاكتساب الخبرة العملية عن كثب وتطبيق المنهج والمواد التي تتم دراستها في الجامعة اشتركوا في القناة